أعلنت وزارة البترول أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خارطة الانتاج وأضافت أن تلك الاكتشافات أدت إلى تزايد مساهمته كمصدر رئيسي للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك وأوضح وزارة البترول والثروة المعدنية طارق الملا تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكانية والتوسع التنموي والصناعي التي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة وهو ما توليه الدولة لاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامة الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها أيضا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات اشتركوا في القناة